خلينا نصبح برضو على زميلتنا دينا شرف ونتعرف فينا هلايه آخر أخبان الطقس في العاصمة القاهرة وفي بق المحافظة صباح الخير يا دينا صباح الخير يا مصطفى والسعادة والتفاعلة لكل مصريين في كل مكان هتخرجي ولادك فين لو هتخرجيكم في مزار سياحي خلال فصل الصيف وإيه هو السبب يا تاري؟ بصيه طبعا بالإضافة لأن أنت قلت حاجات جميلة جدا عن بعض المتاحف المصرية الكبيرة المطحف المصر الكبير المطحف الحضرات لكن أنا يمكن بشوف أن ده كمان مناسب قوي في الفترة دي خلال فصل الصيف لكن فيه كمان بالنسبة لأن أولادي كبار شوية في السن وصبيان أو ولدين فهما بالنسبة لهم هيكون أن أنا أوديهم مهرجان العالمين السيحي 2023 بالنسبة لهم هيكون أفضل جدا ليه هيكون الأسباب دي بالنسبة لي أن أنا مقرد تفاصيل عن هذا المهرجان هو مش مجرد حفلات غنائية فقط لغير أو وجود فنانين مختلفين من دول العربية ومن مصر لكن كمان هو فيه أنشطة طرفهية وفيه أنشطة رياضية يعني فيه كرة القدم الشاطئية هيكون فيه يعني دورة عالمية كمان بالنسبة للبدل اللي هو احنا كنا زبان بنلعبها بنقول راكت ودلوقتي برضو هيكون فيه بطولة عالمية للبدل هناك الأماكن نفسها والمدينة العالمين نفسها أن أنا أولي الولاد إنجاز مصري حقيقي على الأرض الواقع موجود دلوقتي كنا نتعدي المنطقة دي نقول المنطقة الفراغ ده كل عمره ما حاجة فيها تحصل دلوقتي فيه أبراج العالمين فهي مبهرة جدا وهم هيستمتعوا بيها أكتر أنا بالنسبة لي شايفة أن ده هيكون أنسب مكان لفترة فصل الصيف أن أنا أمتحهم فيه هو مهرجان العالمين السياحي 2023 لأن في العالمين فعلا العالم عالمي